موسيقى ويتجدد اللقاء مشاهدين وحقا جديدة من بانوراما ولدينا في نقاش الليلة أضربات الأمريكية الإيرانية المتبادلة هل هي رسالة تحذير أم نهج جديد في التعامل وهل تضيع تهران بسلوكها فرصة العمر للإفلات من العقوبات والعودة للاتفاق النووي أم أنها تجيد الضغط على المجتمع الدولي وأمريكا للحصول على مزيد من المكاسب ماذا يحدث في إقليم تيجري ما الذي قلب الأوضاع بين ليلة وضحاها لتفر الجنود الحكومية الإثيوبية ويسيطر المتمردون على الإقليم رسائل حازمة وصارمة أرسلتها إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن لإيران من خلال سهداف ميليشياتها في العراق والسوريا وذلك ردا على هجمات بطائرات مصيرة شنتها الميليشيات ضد أفراض ومنشآت أمريكية في المنطقة هذه الهجمات ليست الأولى فقد بلغت منذ تولي إدارة بايدن السلطة نحو 45 هجوما الرد الأمريكي جاء باستهداف ثلاثة مواقع إثنان في البوكمال السورية وهدف ثالث في القائم غرب الأنبار العراقية الضربات الأمريكية استهدفت ميليشيا كتائب حزب الله العراقي وميليشيا كتائب سيد الشهداء التي تشكلت بدعم إيراني للقتال في سوريا عام 2013 المرسط السوري لحقوق الإنسان أكد في هذا الصياق مقتل خمسة عناصر على الأقل من تلك الميليشيا وإصابة آخرين في الجانبين السوري والعراقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال تعليقا على الضربات الأمريكية أملي أن تكون غارات الليلة الماضية وجدت آذانا مصية وأنها سترضع أي تحركات في المستقبل البنتاجون وصف من جهته الضربات بالضرورية والمدروسة والتي تهدف للحد من مخاطر التصعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وينضم إلينا في هذا النقاش في بانوراما من واشنطن عبر سكايب السفير فليب كراولي مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابقا أهلا بك سيد فليب ومن واشنطن أيضا عبر سكايب الدكتور فراص مقصد الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تورج واشنطن أهلا بكم إلى هذا النقاش نبدأ بما غرضت به زميلة صحفية على تويتر التي ذكرت بشكل واضح تعليقا على الحرب التي لا تنتهي كما وصفتها عدة تقارير قالت إيمي أشفورد الزميلة المقيمة بمجلس الأطلسية على تويتر يعتقد كثيرون أن تعبير الحرب التي لا تنتهي مجرد تعبير إنفعالي لكنه في الحقيقة وصف مناسب لنوع الدربات التي شهدناها مجددا حيث لا يوجد هدف استراتيجي ولا نقطة نهاية واضحة مجرد وجود دائم ودربات متبادلة أبدأ بي السيد كراولي هل نحن بصدد رسائل أمريكية قصيرة إلى إيران أم أن الأمر تعدى ذلك إلى تغيير في سياسة بايدن تجاه إيران بدءا من تعليقكم واختباسكم للحرب التي لا تنتهي فعلينا أن نحدد أين نقف اليوم وإن مكانتنا والولايات المتحدة وإيران استمرتا في نزاعات كانت على مساويات متدنية ومتقلبة منذ عقد من الزمن هل نحن بثنا على عتبة فصل جديد من هذه المواجهات علينا أن ننتظر لنرى فهناك فترات متقلبة من تبادل إطلاق الإيران من قبل ميليشيات إيران في العراق وهذا الفصل الأخير الذي شاهدناه فقامت الولايات المتحدة بالحد من المخاطر التي تشكلها المسيرات الإيرانية وقامت الميليشيا بالرد على هذا الأمر وعلينا أن ننتظر إذا ما كانت تلك العمليات المتبادلة في التصعيد والتوتر سوف تفتح فصلا جديدا وهذا سوف يفتح دورة جديدة من العنف وهناك مخاطر كبيرة اعتبرتها الولايات المتحدة وبنفس الوقت هناك مخاطر على إيران نعم سيد مقصد هل نحن بالفعل بصدى التغير في الاستراتيجية الأمريكية من يتابع الإعلام الأمريكية يلاحظ أنه ثم تعبيرات يتم استخدامها في الفترة الأخيرة تعبر عن أن إدارة بايدن غير مرتاحة غير مطمئنة غير راضية عن طريقة إيران في تعامل مع ما بدأ من مرونة أمريكية ما الذي يحدث في العقل الأمريكي الآن؟ نعم لأكون واضحا بالرد على السؤال كلا لا أعتقد أن هناك تغيير جذري في مقاربة إدارة بايدن للملاف الإيراني على نطاق المنطقة هذه الضربات كانت ضربات تحذيرية تريد أن تحد من تفلط الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا التي تتعرض إلى القواعد الأمريكية والجيش الأمريكي وهناك استخدام مستجد لتكنولوجيا المسيارات هذا خطر كبير على الوجود الأمريكي في كل البلدين وأعتقد أن التصريح إذ كانت على مستوى التصريح السياسية من البيت الأبيض أو التصريح الذي أتت من المؤسسة العسكرية كانت واضحة جدا أن هذا كان الرد الرد الضرورة وهو أقل رد ممكن هناك ضغط متنامي كان على إدارة بايدن على البيت الأبيض من المؤسسة العسكرية أي من البنتاجون للرد وحد من قدرة هذه الميليشيات على الهجوم وتعريض حياة الأمريكيين للخطر في كل البلدين لا أعتقد هذا تغير في استراتيجية وأريد هنا أن أختنم الفرصة وأقول هناك الكثير من الخلط وقد سمعت مقدمة البرنامج الكثيرون في المنطقة يعتقدون أن بإمكان إيران الضغط على الإدارة الأمريكية من بوابة العراق أو من بوابة سوريا لتغيير مسار المحادثات في جونيرو لا أعتقد أن الإدارة في وارد تقدم تنازلات في الملف النووي لأن جنودها في العراق تعرضون لصواريخ أو مسايرات من المنظار الأمريكي هناك فصل شبه تام ما بين الملفين مع العلم طبعا أنه ممكن الإيرانيين أن يكونوا بجسط النبط أو يحاولوا التأثير على المفاوضات ولكن لا أعتقد أن اللاعب الإيراني سينجح في هذا المجال نعم ولكن هناك ملحوظة مهمة صحيح أن هناك تركيز في بيانا على مسألة النووي ولكن أيضا الضربات الأمريكية جاءت لأمر آخر وهو المتعلق بميليشيا إيران في المنطقة وهي النقطة التي كان يحذر منها كثيرا حلفاء أمريكا في المنطقة ما بدى واضحا أن هناك تنبه أو تغير في استراتيجية بايدن فيما يتعلق في التعامل مع هذه النقطة وهي النقطة الخاصة بميليشيا في الأيام الأولى حذر بعض المواقع التي كانت تدعم هذه الميليشيا بشكل كبير ثم بعد ذلك وجه ضربة مجيعة لمنطقة حيوية وحساسة يعني الحدود السورية العراقية هي الطريق البري التي تقوم به إيران أو من خلاله بدعم السلاح بشكل كبير والمقاتلين لأضرعها إذن نحن أمان تغير فيما يتعلق بوضع الميليشيا مختلف هل تتفق سيد كراولي معنا في هذا التحليل؟ أعتقد أن هذا نوع من استمرار الأبعاد التي كنا قد شهدناها في العداء بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة إيران بكل تأكيد ترغب بأن تستمر في بسط نفوذها على المسرح العراقي السوري من خلال سعيها لطرد القوات الأمريكية من العراق واستخدامها لهؤلاء الوكلاء والميليشيات قد يكونوا جزءا من تلك الاستراتيجية والولايات المتحدة منذ إدارة ترامب وعهدة أوباما وكانوا قد أوضحوا أنه في أي مرة قد يرون مخاطر متنامية على القوات الأمريكية في المنطقة فهم على استعداد للرد بقوة وهذا آخر مثال يوضح ذلك نعم هناك تغريدة للكاتب الصحفي العراقي مازن أزايدي وربما تبدو من تغريدته ولائه لإيران يقول أو دعا إلى تنفيذ هجمات أخرى ضد المصالح الأمريكية عقابا لها على الغارات الجوية التي سهدفت ميليشيا الحجد أزايدي دعا إلى الضغط على حكومة الكاظمي كي تحضر الطيران الأمريكية في الأجواء العراقية هل بهذا المصار وبهذه التصريحات يمكن لإيران أن تصاعد أيضا من هجمتها المضادة ضد أهدافنا أمريكية أم أن رسالة البنتاجون الأخيرة ربما تحد من ذلك؟ سيد مقصد نعم لا أعتقد أن الإيرانيين سينجحوا بضغط الكافي على الولايات المتحدة للتغيير من مسار المحدثات في بيانا هم يحاولون نعم علينا أن ننتبه ونستنتج أن هناك حربا خفية ما زالت نراها على نطاق المنطقة نعم صحيح أن إدارة بايدن هي مصممة على الوصول إلى اتفاق أو كما يسمون إعادة إحياء الاتفاق الاتفاق النووي في سنة 2015 ولكن علينا أيضا أن ننتبه أن هناك حربا خفية قوامها حرب السايبر حرب المعلوماتية حرب استخدام القوات القاصة حرب اقتصادية ما زالت تعتمد على العقوبات وقوة الدولار في الاقتصاد العالمي كل هذه عوامل ما زالت مؤثرة جدا في هذه المحادثات وهذه العلاقة ونحن ربما ننسي أو نتناسى أن هناك حوادث ما زال على نحو أسبوع في إيران في منشآت نووية وحيوية للبنية التحتية الإيرانية فهناك حرب خفية ما زالت مستمرة طبعا هناك خلافات في الملف النووي ما زالت جذرية هناك تقدم نعم ولكن في كافة الملفات إذ كان رفع العقوبات ومدى رفع هذه العقوبات هناك خلاف أيضا كيفية تراجع إيران عن التكنولوجيا ما يسمى النوهاو التكنولوجيا التخصيب هذا ما زال ملف شائك هناك فيه خلافات وطبعا أيضا هناك طلب أمريكي وهذا هو عفوا وهذا هو دور الاتفاق النووي الجديد المسألة ليست تأجيل امتلاك إيران للسلاح النووي ولكن عدم امتلاك التكنولوجيا كما ذكرت أو المعرفة الخاصة بهذا السلاح هذا هو التحدي الأبرز طبعا نعم راشا ولكن أيضا هناك خلافات أكثر من ذلك لأن هناك أجواء على نطاق المنطقة لا ربما أنه صر نقاب قوسين من اتفاق لا ربما ولكن الخلافات المتبقية هي خلافات جدية جدا طبعا إيران تريد ضمانات لأنه من منظار الإدارة أو النظام الإيراني كيف يمكن للشركات ورؤوس الأموال الخارجية أن تأتي وتستسمر في الاقتصاد الإيراني إذا أتينا بإدارة جديدة في الولايات المتحدة وقامت بعادة فرد العقوبات لا يمكنك أن تبني اقتصاد إذا لم يكن هناك ضمانات طبعا الإدارة الأمريكية إدارة بايدن ليس لديها القدرة لإعطاء إيران هذه الضمانات وإدارة بايدن مصرة أيضا في نفس الوقت على مفاوضات تطبع مفاوضات النووية كان بايدن واضحا جدا في حملته الانتخابية ويريد تفاهمات مع إيران بالنسبة لسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة أي هذه الميليشيات وأيضا بما يتعلق بالصواريخ الباليستية وهو أيضا يريد إطالة أمد هذا الاتفاق النووي هذه كلها مطالب ما زال يأخذها اللاعب الإيراني فنحن لربما لن نكون قريبين من اتفاق وفي غياب هذا الاتفاق نكفي في لعبة التجاذب وهذه الحرب الخفية على نطاق المنطقة وصلنا إلى نقطة مهمة في هذا الحوار وهي مسألة قواعد اللعبة بين الطرفين ولكن نحاول أن نتابع أيضا كيف تفاعل التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي مع ما يحدث هناك كاتب محمد بن ردوان خولانا السياسي والكاتب الحوثي دخل على الخط ودافع عن اعتداءات ميليشيا الحج على القوات الأمريكية في العراق معتبرا أن ما فعلته الميليشيا لن يبقي القوات الأمريكية في العراق هناك تساؤلات تتعلق بوضع الميليشيات في المنطقة بالصواريخ الباليستية كما ذكر دكتور فراس الكل يعلم أن إيران تستخدم لعبة المراهنة أو التلاعب بفكرة الملف النووي الإيراني لتمرير الصواريخ الباليستية والسلوكيات العدائية لميليشياتها في المنطقة هل تقبل إدارة بايدن بقواعد لعبة كهكذا؟ سيد كراولي أنا لست متأكدا إذا ما كنت أتفق مع الفكرة التي تتحدث عن التهديدات التي يخلفها الميرشيات الإيرانية في العراق سعيا لتحقيق أي نفوذ في فيينا هذا لن يحدث فالميليشيات الإيرانية ليس لديهم أي فكرة عن خطة العمل الشامل المشاركة بل الأمر متروكا للمؤسسة العليا في إيران التي ترغب باستمرار هذه المفاوضات أعتقد أنه علينا أن نتحدث عن عنصرين مختلفين التوتر الإقليمي الذي كنا نشده بين الولايات المتحدة وإيران منذ فترة من الزمن والمفاوضات التي تجري في فيينا فهما ملفان منفصلا لكنهما يلتقيان من حيث أن أي زيادة في التوتر أي تصعيد أو صراع قد ينفجر بين الولايات المتحدة وإيران فقد يصعب بالنسبة لإيران أو الولايات المتحدة للتوصل إلى ارتفاق حول العودة للانتثال بخطة العمل الشامل المشاركة أن سياسة هذه المفاوضات يمكن أن تتأثر أيضا بشأن ما يحدث في المنطقة سيد كراولي هل ما تقوله لي ولنا في المنطقة الآن لأننا نريد أن نفهم أكثر أن ما يبدو من مرونة من قبل إدارة بايدن في مفاوضات فيينا تقابلها مواجهة حقيقية على الأرض من ناحية أخرى ما بين الولايات المتحدة وإيران في أوجه أخرى تتعلق بعمليات عسكرية متبادلة هل هكذا نفهم الفصل ما بين الجانبين لو عدتم للعام 2015 فإن إدارة أوباما فاوضت خطة العمل الشامل المشتركة اعترافا منها بأنها سوف تحل مشكلة واحدة الملف النووي لفترة من الزمن ولم تتطرق إلى قضايا أخرى مثال قلق مثل دعم إيران للمجموعة الإرهابية في المنطقة وزيادة تهديدها بصواريخها فكانت قد أخرجت ملفا واحدا هو الملف النووي وعطت فرصة للتطرق ومعالجة الملفات الأخرى لقد كان على الدوام تلك الملفات المختلفة في ضوء التوترات المتزايدة بين إيران وواشنطن فيمكننا مواجهة تلك التهديدات بصورة سريعة طالما أن إيران ليست قوة نووية وقد تكون القصة أكثر صعوبة إذا ما تجاوزت العتب النووية نعم يمكن لإدارة بايدن أن تستمر في التفاوض في فيينا من جهة وفي نفس الوقت معالجة التهديدات التي قد تخلفها الملشيات الإيرانية وحزب الله وغيرها لكن مع زيادة وطيرة التوتر أو وجود العملية الانتقالية من حكومة روحاني إلى حكومة رئاسي فأن السياسة التي تدور حول هذا الأمر قد تدفع تقديم التنازلات أكثر صعوبة نعم ربما بدأ دكتور فراس الآن أن هناك أوجه مختلفة لسياسة الأمريكية تجاه إيران هذا ما فهمناه من العرض الذي تقدمت به وتقدم به السيد كراولي لفترة طويلة منذ قدوم بايدن إلى السلطة في البيت الأبيض وهناك مخاوف من حلفاء واشنطن في الإقليم من أن يتم إعطاء أهمية كبيرة للبرنامج النووي الإيراني على حساب الملفات الأخرى التي تشكل خطر بالفعل على دول المنطقة هل هذه رسالة من الإدارة الأمريكية للحلفاء اطمئنوا أم ماذا؟ تراشا طبعا هناك تطمينات كثيرة للحلفاء في المنطقة اليوم وزير خارجية المملكة العربية السعودية يجتمع مع نظيره الأمريكي هذه المحادثات والتنصيق هو دائم ولكن علينا أن نرى الأمور في الإطار الأوسع لا شك أن الولايات المتحدة إذ كانت إدارة بايدن أو حتى إدارة ترامب الذي سبقتها هناك إعادة تركيز لإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة تركيز على الصين وروسيا وإعادة تموضع في منطقة الشرق الأوسط وكانت صحيفة الوزر جيرل في الأسبوع الماضي ذكرت أن هناك انسحابات للعتيد والعسكر الأمريكي في إعادة تموضع في المنطقة هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستترك منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط ما زالت منطقة حيوية للإقتصاد العالمي لعدة أسباب ليس فقط النفط ولكن أيضا الممرات المائية هرموز وطبعا البحر الأحمر كل هذه موضيع حيوية جدا للإقتصاد العالمي والولايات المتحدة باقية في المنطقة هناك مقاربة مختلفة هناك تعاون أكبر مع القلافاء هناك اعتماد على العمليات العسكرية الخاصة الحروب الاقتصادية العقوبات مقاربات مختلفة الأوليات المتحدة لن تترك العراق ولن تترك سوريا الفرق لربما بين إدارة بايدن وإدارة أوباما كلاهما طبعا إدارات ديمقراطية أوباما لربما كان يركز أكثر على الملاف النووي نحن نعلم جيدا أن هناك حتى رسائل تطمينية بعث بها أوباما وذلك نشرت في الوقت منذ سنين بعث أوباما برسائل تطمينية للمرشد في إيران يقول له أنه نحن لن نطيح بنظام الأسد الذي يرتكب المجازر في سوريا للتركيز أكثر على ملاف النووي وكان هناك انسحابات من العراق أيضا طبعا أعتقد أن من تتكلمين معهم المسؤولين في الإدارة حالية يقولون أن نحن نستطيع بإمكاننا وإذا كانت بإمكاننا أن نركز على الملاف النووي ونفاوض في بينا ولكن سندفع بإيران أو سنرد على إيران على نطاق سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة كنت أثرت نقطة مهمة وهي المقارنة ما بين أوباما وبايدن لأن في الحقيقة هناك تحليلات كثيرة كانت تشير أن بايدن ليس أوباما كما كان يعتقد الكثيرون في المنطقة العربية أرجو أن تكمل هذه الفكرة لأنها ربما طروق لنا هنا نعم طبعا أنا سبقت ونشرت ما قال عنوانه هذا بالضبط بايدن ليس أوباما بعد انتخاب الرئيس بايدن طبعا الحزب الديمقراطي ككل هناك أجواء لا تريد ما يسمى وكان السفير كراولي تطرق إلى هذا الموضوع forever wars الحروب التي لا تنتهي ولكن أنا أعتقد نعم نحن لن نتوجه إلى حرب على الأليل الإدارة إدارة وايدن لا تريد حربا جديدة في منطقة الشرق الأوسط هذه ليست هناك شعبية هكذا موضوع في الداخل الأمريكي لكن هناك ما يسمى الحرب بين الحروب the war between wars أي هذه الحروب التي تعتمد على العمليات الخاصة وعلى تقنية السايبر والمعلوماتية والانفجارات والارتكابات التي تحدث داخل إيران الذي يعني يغلفها الغموض هذه الحروب ما بين الحروب وأعتقد أن إدارة بايدن ستعتمد كثيرا على هذه التكتيكات وهذه التكنولوجيا في المرحلة القادمة هي لن تستسلم في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط بمواجهة إيران ولكن أهم من ذلك من المنظار الأمريكي في مواجهة رجوع النفوذ الروسي إلى المنطقة من البوابة السورية ومن البوابة الليبية وأيضا طبعا تغلغل الصين من خلال الاقتصاد واقتصادات العالم العربي والتجارة التجارة أيضا الصين اليوم أصبحت اللاعب الأساس بالتجارة مع خلفاء الولايات المتحدة في المنطقة نعم هناك تغريضة أيضا لمضون عراقي يسمي نفسه وليد الكيلاني يتعجب مما أسماه بصمت زعيم الطيار الصدري مقتضى الصدر وعدم إداناته للضربة الأمريكية بحق ميليشيا الحجد في إشارة من الكيلاني ربما إلى وجود مصطحة للصدر في هذه الهجمات سيد كراولي هذا ينقلنا إلى الداخل العراقي وهناك ما نعتبر أن ما حدث يمثل تحدي على حكومة الكاظمي وضغوط متزايدة عليها من قبل طيارات ترفض الوجود الأمريكي في العراق إلى أي مدى يمكن أن تنتصر هذه الرؤية وترضخ أمريكا لهذه الضغوطات هل تنسحب من العراق؟ من الواضح أن هذه التغريدة التي تتحدثين عنها تمثل تهديدا للحكومة العراقية من باب الإنصاف أن نقول أن الولايات المتحدة تقوم باتخاذ إجراءات عسكرية ضد أهداف في العراق التي تقوم بالتأثير على سيادة العراق وهذا أمر لا غبر عليه لكن في ذات الوقت فهناك ميليشيات في العراق باتت تتمتع بامتلاك درجة من الأسلحة قد تؤثر على القوات العراقية وهذا يشكل انتهاكا أيضا للسيادة العراقية أعتقد بأننا نقترب من مرحلة انتقالية حيث القوات الأمريكية في العراق في الفترة الحالية كما تعلمون كانت قد جاءت فيها بدعوة من الحكومة العراقية في ظل جهود مشتركة للحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية وهناك جهود حتى اللحظة من عدم عادة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية لكن هذه المسؤولية لا بد لها في مرحلة من المراحل أن تنتقل من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين إلى القوى الأقليمية وعند ذلك سوف نرى نوعا من إعادة تعريف للوجود الأمريكي العسكري في المنطقة وسوف نستمر في وجودنا هناك لكن مع مرور الوقت فسوف نشهد كما قال الدكتور فراس بأننا لن نخرج من منطقة الشرق الأوسط كليا ولكن ما نراه أن هناك تحول في متابعة أهدافنا بالتعاون مع حلفائنا في المنطقة من السبل العسكرية إلى إجرائها بالسبل الدبلوماسية على سبيل المثال ما نراه في اليمن بحالته المحبطة تسعى الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة وأطراف أخرى لإيجاد حلول من خلال التفاوض على الوضع في اليمن ولا أعتقد أن هناك أي مصلحة للولايات المتحدة أن تنخرط عسكريا بشدة في اليمن هذا قد يكون مثالا يؤخذ به فأنه لا بد من إيجاد الحلول السياسية لعملية العداوة التي توجد بين إيران وجيرانها وإسرائيل وكيف لنا أن نفعل ما يتوجب فعله هذا سوف يبقى سؤالا مطروحا لكن من المفضل أن لا يتم ذلك عبر المواجهات العسكرية نعم سيد فراس والي الأخير تعلم أن أحيانا تتشكل قناعات سريعة بعنوين رئيسية التفاصيل تحمل أمور مختلفة وأعتقد أن هذه الحلقة تؤكد على ذلك وفقا للطرحة التي تم هناك من كان يعتقد أن بايدن باعتبار أنه جاء بعد ترامب الذي رفع عقوبات بشكل كبير وغير مسبوق على إيران بهذه الصورة أن من أتى بعده يهادل وتتسم سياساته في المرونة ولكننا كنا نلحظ أن المؤسسات الأمريكية الأخرى كالبينتاجون مثلا غير راضي عن سلوك إيران أو سلوكيتها في المنطقة يحذر من ذلك أيضا المخابرات المركزية وهنا يتم استخدام العبارة التي تستخدم دائما أمريكا دولة مؤسسات لن تنتصر إدارة أو فصيل بعينه عن توجهات أخرى ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه إيران بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة؟ نعم أعتقد أن إدارة الرئيس السابق أوباما لربما ذهبت بعيدا في الدبلوماسية وكانت مستعدة أن تتخلى عن أوراق وسياسات مهمة في منطقة الشرق الأوسط هذا ما أثار حفيظة الحلفاء العرب وغير العرب أي إسرائيل أيضا وأعتقد أن هناك ما يسمى الأوفر كوركشن أي الرئيس ترامب وإدارة ترامب ذهبت بعيدا في سياسة الضغط القصوى ولكن لم يكن هناك بلورة لستراتيجية تفاوضية واضحة وكانت مطالب عالية السقف جدا لدرجة أن إيران لم تنصر في هكذا مفاوضات أعتقد اليوم هناك إعادة توازن بعض الشيء السفير كراولي تطرق إلى عودة الدبلوماسية كأحدى الأدوات نعم أعتقد أن هناك العودة إلى الدبلوماسية المرنة من المنظار الأمريكي ولكن هناك أيضا مثل الأمريكي يقول فاوض ولكن تأكد أنك تحمل العصى الغليظ إذا اضطريت أن تستعملها أعتقد الضربات التي رأيناها في العراق حدود العراق مع سوريا وفي سوريا هي لربما أكبر برهان أن إدارة بايدن نعم هي تريد يعني الوصول إلى حل دبلوماسي بالأخص بما يتعلق بالملخ النووي مع إيران ولكن لن تفرط بالوجود الأمريكي والسياسات والمصالح الأمريكية في المنطقة أو في الخلفاء العرب وغير العرب طبعا سألتني عن نفسه أن أمريكا دولة مؤسسات هناك ضغوط من الكونغرس الأمريكي الجميع يعلم ذلك الكثيرين في الكونغرس الأمريكي لا يحبّرون اتفاقا مع إيران وإذا كان هناك اتفاق ينبغي أن تكون من خلال شروط واضحة جدا والإبقاء على العقوبات الأمريكية التي لا تتعلق بالملخ النووي أي تتعلق بزعزعة إيران للاستقرار في المنطقة ومخالفتها لحقوق اتهاكات حقوق الإنسان وعدة مواضيع أخرى طبعا ما يسمى من النظر الأمريكية رعايتها للإرهاب فهناك نعم على إدارة بايدن أن تأخذ كل هذه الأمور المؤسسات الداخلية والسياسة الداخلية بعين الاعتبار ولا تستطيع أن تذهب بعيدا بالتفريض بمصالح الولايات المتحدة في أسنة البقر وهناك عنوان لمقال جديد يمكن أن تكتبه أيضا بتأكيد بايدن ليس ترامب في كل الأحوال ولكنه أيضا بتأكيد ليس أوباما بالنسبة لإيران وعليها أن تعي ذلك تماما وفي العزاء عبر سكايب من واشنطن الدكتور فراس مقصد الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن شكرا لك دكتور وأيضا مع لسبي السفير فليب كراولي مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقا تحياتي مع لسفير وعبانوراما مستمرة وفيها بعض الفصل ماذا يحدث في إقليم تيجري ما الذي قلب الأوضاع بين ليلة وضحاها لتفر الجنود الحكومية الإثيوبية ويسيطر المتمردون على الإقليم ترجمة نانسي قنقر